صباح الخير مجددا إن شاء الله تكونوا صح صحتوا عم تشربوا قهوتكم أو المتة أو الشاي أو أي شيء فيه كافيين بوعيكم حتى تبلشوا نهاركم واللي قاعدين أمام شاشة الأو تي في بندعيكم للصبحية كتير حلوة منوعة بكتير من المواضيع والضيوف البداية بتكون مع فضيلة الشايخ طارق اللحام أستاذ محاضر في الجامعة العالمية بيروت لنحكي معه عن مفهوم الخدمة الاجتماعية ومساعدة الآخرين وقادي نحن بحاجة لنفكر بالآخرين بهالفترة اللي عم نمرق فيها فضيلة الشايخ طارق اللحام صباح الخير يسعد صباحك أهلا مرحبا أهلا بكم يعني رح نعمل استكمال للموضوع اللي كنا عم نتحدث فيه أنا ويكو الشباب خارج الستوديو عن الرعاية عن الخدمة الإنسانية الاجتماعية قدي اليوم مطلوب من اللبناني أنه يكون عم بيحس مع اللبناني الآخر مهما اختلفت المستويات مهما اختلفت المقامات وهيدا الشي اللي كنا عم نحكي أنا ويك عم نلحظه أنه عم نشوف بوادر جوع إذا ما كنا وصلنا إلى جوع يعني المحتم بالمقابل عم نشوف يعني فروق كتير كبيرة بنمط العيش والحياة وأماكن اللهو والسهر والارتياد المسابح إلى ما هنالك بداية حتى نعرف شوي معنى الخدمة الاجتماعية أو الرعاية تحديدا مولانا نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على جميع أنبياء هذا الموضوع أول شيء موجه تحية للمشاهدين وأسرة الإزاعة لأنه هذه كمان من الخدمة اللي هي بلشنا فيها برا أنا وياك أنا وياك بدنا نصح صيح أم تشابت لنا فنجان القهوة صراحة فأحيانا الواحد ما بيلحظ قيمتها أو قديش أثرها هالخدمة على الغير لكن حتى نبلش بالسؤال اللي هو شو مفهوم الخدمة إلى استلاحات كثيرة خدمة رعاية تطوع مساعدة إعاني إغاثة إلى آخره هذه كلها بتصب تحت تقديم شيء للآخرين ولو منه من نفس البلد يعني لو ما غير لبناني عم يقدم لغير لبناني كإنسان عم يقدم له خدمة لا ينتظر منها مقابل حسي يعني مثل مصاري ترجع له أو نحو ذلك هذا المفهوم العام تاعها لا شك هو ينتظر شيء هذا شيء بدأ نحكي فيه إن شاء الله تعالى يعني فيه شيء معنى وفيه شيء حسي لكن هذا ما عم ينطر من غيره شيء حسي ورد في القرآن آية بتدل على عمومها الأمر ويطعمون الطعام على حبه يعني حبا بالله مسكينا ويتيما وأسيرا وعادة الأسير بيكون يعني عدو كان عم يقاطل أو نحو ذلك تتمت الآية إنما نطعمكم لوجه الله يعني مناطر منه أنا يرد لي أو جزاء مش ليما فيه مقابل مقابل شيء أنا بدي إياه منه إنما نطعمكم لوجه الله يعني لا نريد منكم جزاء ولا شكورة في آية تانية الله تبارك وتعالى قال ويؤثرون يعني بأدم غير على أنفسهم ويؤثرون غيرهم يعني على أنفسهم هذا بيدل على أنه الواحد قد يقدم أحيانا كمان مثل ابنه أمه أخته خيه على غيره هذه من الخدمات ولو كان فيهم أو بهم خصاصة هيك جاء بمعنى الآية شي يعني لو كنت أنت بضيق قد تشدع حالك زيادة حتى تقدم المساعدة للغير لذلك مفهومنا نحن بشكل عام للخدمة بتفاوت عند الناس هلأ بدنا نركز إن شاء الله نحن وإياك حتى حقيقة ينفهم شو معنى الخدمة لأنه بيروح بالهم عادة الخدمة بالبيت أو الخادمة اللي هي مقابل مصاري بتشتغل عنها رح نحكي يعني تحت عنوان الخدمة بأكتر من نقطة يعني الخدمة المعنوية الخدمة الحسية بلشنا بالخدمة الاجتماعية اللي كنا عم نشوفها من خلال جمعيات من خلال ممكن عمل فردي تجمعوا من الشباب والصبايا شبناهن أندية أو حركات كلها يعني حولت إذا بدك مصار عملها لخدمة الإنسان بهذا الظرف اللي عم نعيشه بس فضيلتك بدي أستوفك عند نقطة قلتها ببداية الحديث اللي عم نعمله هلأ هو كمان خدمة للمشاهدين وبسمع كتير على لسان المواطنين ومعن حق صراحة هيدا ما بيشبع هيدا الكلام ما بيشبع يعني الناس بتقولك شبعنا وطنية شبعنا 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 وعود شبعنا لجين شبعنا يعني إذا بدك سنعمل ونعمل ونعمل بدنا ناكل شي شبعنا نعم اليوم أديه بهيد الأنواع الخدمات نعم وهل كل شي هو لنستجوع المعدة سؤال كتير مهم أولا لا يكون الواحد مننا يرفض المعنوي لأنه إلو وقع أحيانا أكتر من الحسي وأنا بعرف بقولك هذي وامدي أصرفها هذي تشبع لي ولادي بيقولوه أهل بيروت على معنى أنه هاللبنين كلهم أنه أنا هالله هيدا الكلام وان بدي يعني شبعنا بمعنى سمعناه كتير صح بس أنا بقول أحيانا الإنسان مننا بيحتاج لها الفكرة عند حاجتها فيركز معي المستمع تماما أنا لما أعمل شيء فكري لما روح أنا عند المريض وقول له الله يشفيك مواسات هذي قد تخفف عنه المعاناة يمكن موقف الوجع بس حس أنه في حدا حده إجا حدا نزاره لما أنا جاري اسأل عنه صاره كذا يوم ما شفته كنت يعني يطلع معي يوميا شوفه بالأسنصير أو نحو ذلك فجأة ما عدت شفته أم تسألت عنده قده بيلاقي لي يا هذي لما يتأخر ولدي راجع بالباص أم أنا اتطمم من الباص أنه ابني معه على الآن يمكن بعجقة السير فهذه ما بيلاقي لي إياها ابني ولو مع صغره فإذن إلها وقع نفسي الشيء المعنوي وكبير لذلك بيقولوا من التطوع في عندك بالفكر هذول بيأدموا مش بس تنظير على المعنى المفهوم اليوم اللي هو مجرد طرح فكر فكر كتير لكن بيطرحها وكيفية أداء وإمكانية أن الواحد يقوم فيها هذا استخدام لكل طاقات التطوع والخدمات والمساعدات بدنا إياها فإذن أنا مش مع اللي بيقولوا ما بدنا حكي لا هذا التوجيه اللي بيسمعوه منك اليوم أستاذ إليه ومني هذا نحتاجه ولو كان أنا هلأ ما أعطيته حصة مونة أو أطعمته أو نحو ذلك فإذن الجائع بيخدمه بسدله جوعه بس كمان ما بنسمع أن إحنا وصغار ما تعطيني بس سمكة بيقولوها علمني الصيد علمني الصيد وعطيني سنارة شو معناها معناها أرشدني كيف ما جوع مرة تانية وتالتي ورابعة اعتمد على نفسي فإذن أنا لما طعميته نعم خدمته وإلي بحسب نيتي أنا ولكن هو إذا أنا خليته يوقف على إجري يعني أنا بقول لهم بدل ما أنا أعطي مئة عائلة محتاجة بيكفي عشرة هني يسدوا حاجاتهم خلال السنة أحياناً بتكون لها وقع أكبر مولينا في مليمي على بعض الأشخاص اللي بيعانوا عن جد من هذا الفقر بيقولوا هني يعني عم بنقول وجهة نظر بسمع أشخاص عم بيحللوا أو عم بي إذا بدك يشرحوا هيد الحالة نعم أنه تعودوا على الخدمات تعودوا أنه حضا يعطيهم وهني عاشوا سنين وسنين كل زمن الأزمة من 30 سنة لليوم وتعودوا أنه كل فترة انتخابات بيعطوهم مصاري لغايات معينة مساعدات كلهم بدنوا بالمقابل والمقابل مجانة عنده بيعطيهم إياه بس أعطوني يعني فيه تقاعص عن إذا بدك إثبات نفسه هلأ بعرف فيه ظروف أقوى وبعرف عن جد فيه ناس بتشتغل شغلة واثنين وثلاثة وبتحاول تتقدر تقوم بعياله إذا بصر لها تشتغل الرابعة ما بتأثر وبتحسهم بيضلوا المحل ما بعرف سبحانك يا ربنا بس فيه تواكل يعني هذا اللي انت عم تقوله باللغة بيقولول تواكل يعني دائما يعتمد أنه ناطر غيره يعمل له ناطر غيره يعطي ناطر غيره هو ما بيسعى هيدا اللي هو لما أنا بدي أقول مفهوم الخدمة بتبلش من قلب البات للنفس بتلاقي الولد أحيانا ما ما أعطيني أو عنده خادمة ناوليني ساويلي جيبيلي كويلي حطيلي طبخيلي لفيلي تسمعها هيدا كتير أكيد كلنا بالبيوت نسمعها لكن لما أنا عوده كيف بقلب البات يعتمد على نفسه يوم هو بخدمة غيره يعني فإذا الزوج بيجي على البات كمان ما أنت تعبان وهي تعبانة يعني الإمرأة بالبات كمان عنده برنامج وتعب وقد تكون بتشتغل مثلك فلما تجي على البات أنت ما بدك تكون فايت ملك وظاهر وزير على المعنى اللي بنقوله بالعامية لأ بدي ساعدها ولو شفت وقفة الجليل الصحون هذا منه عايب النبي عليه الصلاة والسلام تعرف الأنبياء نضروب فيهم المثل نحن صحيح النبي كان هو إذا انخزق الثوب هو يرتيه وكان النعل إذا صره شي هو يساويه ويحلي بالشات حتى يشرب ويطعمه فإذا بالبات أنا ما بدي يكون لأ بقوم من تختي وبظهر ما في حدا لأ هذا السرير بدي أنا رجعنا فيه فأنا بدي رتبه يعني أصدق مولينا الأتيكالية أيوة ما بدي إيها لذلك هذا الفقير أنا بدي علمه كيف هذا ليش بيقوله بالسجون بيعلمون حرف طب ليه حتى إذا كان سارق أو نحو ذلك يطلع بإيده مصلحة ما بقى يمد إيده على مال الناس يطلع يعتمد على نفسه بهذه الحرفة فأنا بقول أنه كل واحد مننا بيقدر يرسخ مفهوم الخدمة المساعدة للغير بقلب البيت بقلب البناية يعني لاحظ أنت لما أنا كل طابق مخصه بأمر بأمر الدرج والمدخل شو بيصير بالمدخل إذا كان ما في ناطوره على افتراب وإذا ما كان في لجنة بناية وإذا كان ما في لجنة بناية اتكلها لزبالي فإذا لابد من تقسيم العمل وأخذ الأدوار ولو كان الدور بسيط كان الشيخ بس هذه لو سمحت كان الشيخ نزار حلبي رحمه الله أحد مشايخ لبنان الطيبين كان يقول اللي بيعطيني من الخدمة يعني التطوعية واحد بالمية بيأخذها منه وخمسة بالمية بيأخذها منه ما بقول له لا بدي يبتعطيني مية بالمية ما بدي ياك هذا على مفهوم أنه أنا شع طيطونة لنسد جوعنا طب أنا هايدي طاقتي بخدمي أعطيك توجيه مثلا أنا قادر علمك مصلحة أنا قادر وجهك أنا قادر واسيك بس مولينا منشوفها بمجتمعنا يعني ونحنا كنا حاضرين من خلال مجموعة من الضيوف يطرحوا أفكار لأعمال معينة أو يعني أماكن شركات بحاجة لموظفين منطرح الصوت بيجينا جواب أنه لا أنا بدي أشتغل بربعمائة ألف خمسمائة ألف إنه بدي أكتر يعني هيدا بأي هلأ وحقه يمكن دافع بلاوي الله أهل ودافعين تتخرج تتخرج وتعلم وتخصص بس كمان إنه بس عندنا القنع لاحظ هلأ نحن قديش صار معاشات الناس بأيامنا هلأ ما تذكرني دخيلة ما تذكرني هلأ بقوم برجع بيت لا لا مصروف لبطرون عفاق لأ عمل يومين بيوم اتوفر بنزين بها الأيام صرنا بنحسبها لا لأنه كانت مثلا إيمتها كذا هلأ نزلت إيمتها فصرنا عم نحسب حساباتها هوني كانت ترشيد أنا بقول بالخدمة والتطوع وفي ترشيد وين تروح الطاقات ليش بيقولوا في خدمة الوطن هل معناتها يعني نروح بس خدمة عالم كنا نسميها اللي هي بالجيش لا هي أوسع بكتير تسمع أحيانا حملات تنظيف الشواطئ بس ما بدي أهمل باقي المجالات اترك الغابات مثلا اترك الطرقات اللي عم تاكننا بعض المناطق فيها الزبالي وهلأ رجعت مثل ما عم تسمع أستاذ إلي أنه رجعت كمان ببعض المناطق ما في موضوع الزبالي من الطرقات عم تنشال للأسف فأنا بقول ترشيد الوعي عند الناس كل واحد يعطي طاقة ونستخدمها هذه بتسد وبتوفر يعني أنا لما سير شيل بإيدي غراضي بقلب البيت قد وفر الخادمة بقلب البيت لما أولادي يعلمهم يجلوا مع أمهم ويساعدوها وا 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 وزع الأدوار بالبيت وأنا منهم بدي يكون بخف هيك على سد البيت وهيك بيصير حقيقة قد نستغني عن الخادمة في البيت اللي هي 200 دولار تقبض أكتر من لبناني يعني هذا بينطبق على المجتمع بشكل عام مولانا يعني لما نحن نحمي شواطينا وبحرورنا وغاباتنا ما منرمي فيها نفاياتنا صحيح ما لنا بحاجة نعمل هذه الحملات للتنظيف وإي مرة بالسنة صحيح يعني نحن بحاجة لهذه التنظيف بس لاحظ أستاذ إلي كمان ما بدي يجي أهمل مثلا حملة الحيوانات الأليفة أو بسموها المحميات اللي هي بالبراري والغابات طيب إذا أنا بس بدي أهتم بالأشجار والبحار طيب وهي دول طيب بيهتم بهي دولي وبترك الإنسان الجائع اللي هو حتى يعني فيه أولويات فيه أولويات حتى بالتطوع وبالخدمة وبالمساعد وبالرعاية بدليل أنت بالطوارئ بتشوف بيجي واحد مفتوح راسه واحد مثلا معور كيسر إجره بيبدو اللي مفتوح ما بيهتم بإجره ما فيه إكيب غيره لهذا الجراح أو الحكيم والهلا وصلنا إلى مولانا عم تعطي هذا الإجزام طلعا عم بسمع الصبح الأخبار عن المستشفيات للحالات الطارئة فقط صحيح يعني الأمثلة اللي عم تعطيها خاصة مزوت ونحو ذلك قبل كنا نقول وين لا نحن بعد عنها نحن صرنا بصلبة نحن نحن فيها صرنا بصلبة لذلك ترشيد كيف أنا أجيب تطوع كتير مهم خاصة في كتير أمور عم نستغني عن البذل لإلها والدفع طيب مولينا بعد معي ثلاث دقايق ونص بدي اختمها بقصة لعيونك بدي بها ثلاث دقايق ونص ما رح أقاطعك رح أترك لك الختام بس إذا بدك هيك يعني رح أطلب منك توجه لنا كلمة الله يسلمك يعني نحن اللبنانيين نعم وأنت عايش هيدا الشي وهيدا الشي اللي كنت عم بحكيه أنا وياك قبل مفتنا على الهوى يعني فرقة معنا من فنجان القهوة كانت 500 صارب 5000 كيف لما بتروح على كافيات مشهورة أنه بتقدم قهوة يعني أداة بدك تدفع نطلق من هيدا وحدث ولا حرج الله يجب بخاطر شو بصنا بهال آخر ثلاث دقايق وعشرين سنة أنا أخذ عشر سوائل منهم من طرح السؤال الله يسلمك هو النبي عليه الصلاة والسلام قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه هيدا إذا الواحد بتفكرها حقيقة على معناها بغض النظر هو مسلم أو غير مسلم فكر أنا أداة بدخل السرور على قلب هالإنسان لما أعمله خدمة وبعدني عم أكد قد تكون الخدمة معنوية وقد تكون حسية حسية مال تياب بيت غراض كثير تدخل تحت الحسية المعنوية أحيانا أحتاجها أكتر حتى أنا قادر استمر بها الحياة لأنه المعاناة اللي عم نعانيها النفسية أكتر أهل لبنان بيردوا حبوب أعصاب فإذا يحتاج المواساة وهذه من الخدمات الرعاية العامة هلأ بالنسبة للتطوع النبي عليه الصلاة والسلام يجلوا عنده الفقراء قالوا له ذهب أهل الدثوري بالأجور يعني هدول الأغنية عم بيصلوا مثلنا ويصوموا مثلنا بس هن معهم مصاري بيدفعوا نحن ما معنا نتصدق حسنات يعني نعمل حسن للفقراء قالوا الله جعل لكم أبواب للخير والصدقات فإن في كل تسبيحة حسنة بس شو عمل عطاهم توجيه أن تعين الرجل على دابته ليركب عليها أو تحمل له متاعه صدقة والله أخبر في الحديث النبي إذا كان العبد في حاجة أخيه قضي له حاجته فالله تعالى في حاجته يعني الله يقضي حاجة هذا الإنسان أرشد إلى الخدمات التي هي مبدأ مصاري كمان ورد في الحديث إطعام الناس ويطعمون الطعام إطعام الناس مشهر أن أعمل موائد فإذن التطوع الخدمات المساعدات في عنا أهداف في عنا في عنا بالنسبة للتطوع أن الواحد مننا لا ينسى أن يكون أهله مجتمعه الصغير الأسرة والمجتمع الكبير أنا أقول نحن لبينات في المجتمع كبرنا أو صغرنا إمكانياتنا هاكي أو كبيرة لابد نسخرها لخدمة بعضنا إن شاء الله بهالختام الإيجابي بمطلع هيدا نهار من يوم جديد نختم معك لقاءنا فضيلة الشيخ طرق الحام أهلا وسهلا فيك بذكر حضرتك أستاذ محاضر بالجامعة العالمية بيروت أهلا مرحبا لحضورك معنا دايما بيوم جديد يا أهلا مرحبا ترجمة نانسي قنقر